والذي تبنته العديد من الدول العربية بداية كيف سينعكس هذا الخلاف على دول المنطقة هو هذا الخلاف قديم ولكن ربما ظهر أشيرا على السطح وانقطع الحبل الليل الدقيق جدا الذي بقي بين الدولتين بحكم أنه تم مشروعان متناقضان تماما وثم اصطفاف مع هذا المشروع ومع ذاك والمشروعان يتجسدان طبعا في ميذري على سوريا العراق في اليمن في البحرين واعدام طبعا الشيخ الشيعي نمر النمر له تأثيرات على أبعاد كثيرة في المستقبل فهذا ينبلي ضمن جو سراتيجي العالم الآن جو سراتيجي الصراع وصراع يملي نحو بعد مأزوم أكثر بعض حرب أكثر مع تدخل الروسي مع تلويحات ومزيد من الإرهاب ومزيد من الإشكاليات فأعتقد أن العكاة سيكون مباشرا وأن المشروع الذي تتبنى السعودية للأسف أدى إلى دمار كبير جدا في سوريا وأدى إلى مشاكل كثيرة ربما كان باب أولى مراجعة هذه الاستراتيجيات الآن معك في اليمن أعتقد اليمن هو فيتنام جديد وهي ورطة بالنسبة للدولة السعودية التي لم نكن نتمنى بحكم أنها دولة إسلامية دولة عربية شقيقة لنا والشعب الشعودي الشقيق لنا وبلاد الحرمين لم نكن نتمنى أن تحدث هذه الأمور أنت ذكرني بمأساة الحرب بين العراق وإيران والكل كان شاسرا فيها طيب أستاذ مازن شريف هل تعتقد بأنه بعدما عادت إيران إلى الصحة الدولية مؤخرا هذا التصعيد السعودي الإيراني والذي تتبنه العديد من الدول العربية سينعكس وستكون إيران في معزل عن الجميع من الأعقصة للقضايا الدولية الراهنة والله عزل إيران صار أمر مستحيل بالنسبة لإمكانيات الدول التي تكون ضدها بحكم أن الاتفاق النووي الإيراني أعطى مجالات أكبر لإيران وبحكم أن العالم الآن يحتاج إلى مخرج من باب الثروات والتعامل الاقتصادي من باب أيضا الخروز من ورطة داعش ولدى إيران دور في هذا الأمر ولكن أعتقد أن الأمور تزاد صعوبة على منطقتنا العربية تحديدا التي تزاد تمزقا وتهددها المخاطر من كل جانب ومازال وعينا السياسي كأمة أتكلم إذا كان بقيا في الضمائر أمم ما زال الوعي وعي هشف ووعي أعمى ليس وعيا بعيدا مدى في نسبة معينة ليس جميع الدول السيد مازين الشريف الخبير في شؤون الأمنية والاستراتيجية كنت معنا مباشرة من تونس شكرا لك